أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم إن شاء الله جيتكم بهذه الوصفة هذه الوصفة إن شاء الله هرها مفيدة 100% بإذن الله وبالتجربة جربناها وجربتها أنا بنفسي للزوج تاعي رجل مسكين حفص الطول لم يعد يقدر لا يصلي لا يسقط موبيل لا يخرج لا يتحرك لأوالو غراجد أنا درت له هذه الوصفة هذه العرق الناسة هذه الوصفة المليحة كدرتها له هي تستعمل ثلاثيان هو در نهار لول نهار الثاني نهار الثاني قل لي أني ريحت قلت له ما معلش ريحت زيت كما نهار الثاني باش تريح 100% وقرب إن شاء الله مليحها وريح منها وراها يعني حاجة سهلة وفي متناول الجميع يعني مش حاجة كبيرة هذه عبارة عن ذيل حشاكم ذيل تاع الخروف لازم ذيل تاع الخروف مش تاع مأزة مأزة ولا جدي لازم يعود خروف 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 بلدي يعني يعني يعود نحن نقولوا ماكلا متربي في البر يقول في الأشاب أو الهواء الطلق أو الشعير هذي قال لك هذي مليحة يعود فيها ثوائد كبيرة مليحة 100% للعرق النساء والركب حتى الركب تعالجها هي 100% للعرق النساء وتعالج تاني الركب والألم وتنح الألم تاع رجلين تاع ركابه تاع والعرق النساء 100% رب إن شاء الله بالتجربة نركع هذا ذيل تاع الخروف هذا ذيل تاع الخروف ويقولوا له الخليج يقولوا له لي ليهة الخروف ليهة الخروف وإحنا يعني في الجزائر نقول له ذيل تاع الخروف تحكميه اللي هنا نقطعه تقطعه هكا بسم الله تقطعه كما هكا هاهو مرصوت كما هكا أو سهل أو غير مش عظم مش عظمة وغير وشبرك ها ها هذا الذيل تاع الخروف هنا قطعناه وما يصلحش تاع المعز لازم تاع الخروف هادي شوية كبيرة نصغرها شوية هكا بش في السعر 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 طيب لك هيا دكار حيننا نستعمله ونطيبو هكذا ها كما هكا هنا قطعناه مرصوت مرصوت وذوكا نجيبو هادي القاملة نحطو فيها نحطو فيها الطراف هادو بتاع ها نحطين كما هكا نحطو مصلو ونحطو على النار قليلة نحطوه نحطون وتقطوهم وتخليموا الذعبوا على النار قليلة فيما نحطو طريقا يكون الضمط ويوجد غير غير ما يلحم يعني بش في السعر على النار قليلة لا يجب أن تقويلها لكي يحرق لا يجب أن تدوب الشحمة باركنار قليلا طول ودوقنا ندوبهم ونرجع لكم إن شاء الله نريكم كيف تستحفظوا به وكيف تستعملوه بعد ما دوبنا هذا الزيلة على الخروف دوبناه هاي الشحمة هاي ذبت بقى وغرل الحم والعظام هاي الشحمة هاي هذي نقسمها على ثلاث ثلاث يام هو العلاج مدة ثلاث يام وراه إن شاء الله بإذن الله مفيد 100% وراه مجرب وراه بالتجربة وراه يعني إحنا إحنا اللي جربته وأنا اللي جربته لزوجته يمسكي راه كان ما يقدر ليصلي 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 ليصقطم بلاوه وراه مجربته من نهار الثاني يريح إن شاء الله قلت له زي تكمل الثالث لكي تريح مليح منها نصفوه فقط نجربه نجربه الصفايا ونجربه ثلاث فيناجم نقسمها على ثلاث نجربه ثلاث فيناجم هم ثلاث فيناجم نقسمه هذه الشحمة لذائبة نقسمها على ثلاث نسطوها ونقسمها على ثلاثة هذه واحد ونقسمها على ثلاثة ونقسمها على ثلاثة ونقسمها على ثلاثة ونقسمها على ثلاثة هذه الشحمة هذا الخروف سطحها قدر جغمة كبيرة تحطيها كما هي وتقطيها قدر جات كل قسم في قدر مقرف مقرف تعمل هذه تشرب على الريق تشرب على الريق نهار الأول تغطيهم 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 غطيهم كما هي غطيهم مليح غطيهم مليح نهار الأول نهار الأول النهار الثاني يزيد هذا يشربه على الريك ونهار الثالث يزيد يشرب هذا على الريك كثيام النهار الأول ثاني ثالث كثيام يشربه على الريك رب ان شاء الله يكون شفاء 100% رب ان شاء الله سوف تجربه هذه الوصفة مفيدة للأرق اللساء وامراض الريكب 100% والذي عجبته هذه الوصفة يبرتجيها مع أهله ومع أقاربه سوف يفيد بها الممنين للمرضى ان شاء الله يستعملوها سهلة هذه الوصفة مدة ثلاث ايام يشرب المريض لنظر الصباح للريك يشرب ثنجان هذه قدر مغرف كبير يشربها وكان عنده عرق لساء عنده الكاب عنده الألم والسطرة في رجليه راه ان شاء الله تنتهي تماما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة